اشتركوا في القناة قبل كده كلمنا عن قزمة التحكيم وديناهم حقهم لماذا يستحقوه؟ مش هنتكلم تاني خلاص مش هنتكلم تاني نعم من برح بالصدفة سمع احد الفشلة احد الفشلة وهو بيتكلم وبيسيء ليه؟ قيادات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي احد الفشلة اللي احنا عارفين هبط علينا ازاي بالبراشط وعارفين هو جهز ازاي كان بيتكلم عن جمهور الاهلي العظيم وبيتهموا بالاستهبال والجنون احد الفشلة اللي اللي هو كفاءة جمدة جدا 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 في الفشل هتقول لي فيه واحد كفء في الفشل اه هو ده ده كفاءة في الفشل في الفشل الزريع اللي بيتطاول على جماهير النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي هو الاخ ده اللي يعفل ثاني عن ذكر اسمه الاخ الفاشل ده لا مش اخ فاشل الفاشل ده ما يعرفش ايمة جمهور النادي الاهلي ولا يعرف ايمته حجم النادي الاهلي اللي كان بيكلم مبارح في مكالمة تلفونية على جمهور النادي الاهلي وبيتهمه بالجنون وبيتهم احد نجوم النادي الاهلي بلعته والجنون احنا عارفينه كويس اول طب نجوم النادي الاهلي وخيادات النادي الاهلي عارفين هم جم أماكنهم ازاي كلهم نجوم كلهم نجوم كلهم تعبوا كلهم اجتهدوا كلهم اسامي كبيرة جدا عشان كده هم في المكان اللي هو اللي هم يستحقوه احنا يعني مختلفين كتير جدا 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 في الرد احنا بنرد ولكن بكل ادب انما احنا عارفين انت جيت ازاي في ناس مش عارفة طيب النجوم دول مؤهلاتهم جابتهم انهم ما كملوا كملوا كذاك سواء في العمل الاداري سواء في التحليل العمل التحليلي في الاستوديوهات انما ايه امكانياتك انت انك تقعد على الكرسي ده ايه امكانياتك جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارة موجود ويعرف ياخد حقه كويس اوي كويس اوي 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 كمان انما اللي حصل ده كان فيه تجاوز احنا بنتكلم عن فترة مش عايزين فيها اصارة للفتنة اللي تقال من احد المسؤولين مبارح عن منظومة الكرة في مصر فيه اثاءة الجمهور النادي الاهلي واثاءة لمجلس هو في المكان ده ازاي هل ليه تاريخ ايه امكانياته ان يقعد في الكرسي ده مبارح كوميديا بقى كنتش عايز اتكلم على التحكيم مش هكلم على التحكيم انما نحتكلم عن اللي قاله احد الفشل انبارح انه هو قال التحكيم المصري هو الافضل افريقيا وعالميا ودوليا طيب ومحليا فيه ده كلامه هو ده كلام احد الفشلة قال لك التحكيم احنا نتمنى ان التحكيم المصري على طول يبقى بخير ونتمنى التوفيل لكل حكام مصريين طول عمرنا بنقول كده وبنسندهم وبنقف معاهم انما لما يبقى فيه اخطاء كنا بنتكلم عن الاخطاء مش هنتكلم عليها تاني خلاص انما انا بتكلم برد على اللي هو قاله مبارح قال التحكيم المصري بخير واللي بيقول اللي بيصدر حتة التحكيم لجمهوره ده علشان يداروا به الاخفقات والفشل ده بيتكلم عن مين يعني الاخ ده بيتكلم عن مين باش الاخ ده انت بتتكلم عن مين احنا كلنا عارفين كلنا عارفين ان المتضرر الاكبر من خطايا التحكيم السنة دي كان هو النادي الاهلي مش هتكلم بعصبي انا هتكلم بهدوء بس انا برد عليك بكل ادب انما انا اصلا برد على الكلام اللي انت قلته انت مسؤول كبير في اتحاد الكرة ازاي تطلع تقول الكلام دو احنا كلنا بنقول الفترة دي مش عايزين اصار الفتنة خالص ماشي قلنا ماشي احنا دلوقتي خلاص مش هنتكلم في اي اصار الفتنة احنا اول اصلا ما بنصرش الفتنة يعني دي مش من عادتنا ولا طبعتنا هنا في قناة النادي الاهلي ولا في النادي الاهلي خالص بالعكس ده فيه اوقات كتير جدا كانت الناس بتقول الكابتن المحمود الخطيب لو سمحت رد وهو الراجل كان ما بيتكلمش عشان ده مش اسلوبنا كان اسلوبنا الرد في حتة تانية الرد في حتة تانية وحتى لما بنيجي نرد بنرد بأدب ازاي مسؤول يطلع عن بارح يسيق لجماهير النادي الاهلي ومحد بش قال حاجة خالص محدش يعلق وبعدين الرد بقى يعني في بداية الرد تحس ان هو بيرد على راسي حاجة يعني على راسي على راسه بطحة ما هو لو كان الكلام يعني ما اثرش فيك كنت هتعديه لو كان الكلام مش هقيه كنت هتمشيه انما هو طلع اساء لجمهور النادي الاهلي كلنا شفناه او حتى اللي شافه بعد كده يمكن انا شفته بالصدفة وما قادرتش ما قادرتش همناع نفسي ان انا ما اتكلمش يعني لازم اتكلم بصراحة لان تصريحه بصوا يعني انا يعني قليل لما استفاز ممكن اتعصب عشان خاطر النادي الاهلي ممكن اتعصب لان ورده هحاول ان انا اتكلم بكل هدوء الراجل ده في المكان ده كلنا عارفين جزاي لما اساء مبارح لجمهور النادي الاهلي لازم نرد عليه بس هنرد بكل ادب هنرد بكل ادب لما اساء لقيادات النادي الاهلي فيه قيادات في النادي الاهلي هتعرف ترد عليه انما طول ما احنا هنا في قناة النادي الاهلي لازم ناخد حق النادي الاهلي لازم نجيب حق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي انا عارف انه هيجيب حق يعني من يومين كده ارجع كده من يومين حصل ايه كده وبص كده اللي حصل ويعني انت فتحت على نفسك باب لو عرفت تقرف له دي بقى جادع قوي 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 يعني كمان مهم هو اتكلم بقول لكم بصورة كوميدية في الاول على موضوع التحكيم واحنا قلنا خلاص احنا اتكلمنا بما فيه الكفاية وخدوا حقهم بما يستحقوه انما الاساءة اللي جات بعد كده لا ما حدش يدرسكت عليها رديت فيه غيري حيرد انما الشخص ده اساء اساء للمنظومة الكراوية في مصر الشخص ده تصرحاته مبارح اساءل منظومة الكراوية في مصر الشخص ده على الكلام اللي قاله مبارح يستحق يكمل يستحق يتمدله زي ما احنا سمعين مش عايز اتعصب برضو يستحق يتمدله الشخص ده اللي مش عارف قيمة النادي الاهلي ولا يعني ايه جمهير النادي الاهلي ولا نجوم النادي الاهلي نجوم النادي الاهلي اللي انت اسأتلها مبارح اللي انت بيتهمها بالعاتة والجنون مش هنسكت وحنرد عليك وحنرد بالأدب زي ما عودنا النادي الاهلي دايما انما انت ما تستهلش انك تبقى حتى يوم واحد في مكانك ده مهم ماتش النهاردة ماتش مهم جدا 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 كعادة مبارحة الاهلي واحنا بنلعب على الامل الاخير النهاردة لو قلنا نسبة حظوظك يعني ما تتعداش العشر او عشرين في المية المهم ان انت حتى لا قدر الله لو خسرت مفيش مشكلة ابدا لو خسرت مفيش مشكلة ابدا النادي الاهلي اللي ما بيخسر بطولة بيكسب قدامها عشر بطولات ويه زي ما قلنا الاستوديوهات اللي فاتت اللعيبة دي يعني استحمله اللي ما استحملش الحجر اللعيبة دي السنة دي امتعتنا كتير جدا اسعادتنا كتير جدا وقلنا التلات ميشات الاخيرة دي بغض النظر عن اللي هياخد البطولة دي احتفالية اللعيبة دي لان احنا ما كناش بنلحق بنلحق نفرح بالبطولات احنا يا دوبك ناخد بطولة النهاردة ارماع نقول نبص بقى البطولة اللي جاية بكرة علشان نجيبها بطولة الاسبوع الجاي علشان نجيبها نجيب البطولة اللي بعدها نخش في البطولة التالفة نخش في البطولة الرابعة الفترة دي فترة الاحتفالية بالفريق ده احنا ما نحناش نفرح لابكس مصر ولا دولي السنة اللي فادت ولا سوبر افريقي ولا أفريقيا مرتين ده كفاء أفريقيا مرتين يبقى الفترة دي احتفالية للعيبة دي احتفالية للجهاز الفني احتفالية للمنظومة ككل احتفالية الجمهور النادي الأهلي الداعم والسند الرئيسي والأساسي في الانتصارات اللي حققها لعيبة النادي الأهلي الفترة دي احتفالية اللعيبة دي تعبت العيبة دي ضحقت بحاجات كتير جدا وضع طبيعي في الكرة انت دخلت خمس بطولات في توقيتات قريبة جدا جدا من بعض فيه اخطاء اه فيه اخطاء فيه اخطاء فنية اه فيه اخطاء فنية احنا زعلانين من بعض الاخطاء دي اللي حصلت في بعض المباريات وخسرتنا بعض النقاط اه زعلانين ومن حقك ولكن احنا بنتعلم بقى من الاخطاء دي النادي الاهلي بنتعلم بالاخطاء دي انما لما يكون فيه حاجات ايجابية لازم نتكلم فيها ما فيه حاجة سلبية عادي انت دخلت خمس ست بطولات في عشر شهور في تسع شهور نسبة تركيزك في كل البطولات من زي بعض انت تركيزك من خمس ست بطولات الاولينين خلاص خد نسبة تركيز عالية جدا جدا برغم وجود الاخطاء مش عايز انكر ان فيه اخطاء فيه اخطاء طبعا اكيد إنما نسبة التركيز عندك في الخامة ستة وطلعات أونية خدت منك نسبة عالية جدا 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 من تركيزك خد نسبة مجهود بدني وزهني عالي جدا جدا بالتأكيد بالتأكيد في واحدة منهم هتهوي أو في واحدة منهم مش هتيجي ممكن ما تجيش ممكن ومازال الأمل موجود ومازال الأمل موجود قبل المباراة حتى بنتكلم قبل المباراة ما نعرفش إيه اللي هيحصل كمان ساعتين ولا كمان ثلاث ساعين إنما إحنا بنتكلم على سنة من أحسن السنوات اللي مرت على النادي الأهلي حصد البطولات فترة بسيطة جدا 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 مش عايزين يعني آه زعلانين في أخطاء بس مش عايزين الجيل اللي جاب البطولات ديت نقصوا عليه عشان بطولة الله أعلم إيه اللي هيحصل لقدر الله لو البطولة ضاعت مش عايزين نقصوا عليه لأن دول فرحونا فرحونا من شهر أغسطس اللي فاتح لحد وقتنا هذا في خمس ست بطولات فاللي حصل عادي اللي حصل فيه أخطاء معترفين إن فيه أخطاء هنتعلم من أخطاءنا أكيد وده بيحصل في النادي الأهلي على طول الخسارة لقدر الله لو حصلت عمرها ما بتكون النهاية بل على العكس هي دايماً البداية عندنا ليه؟ لأن إحنا مش متعودين على الخسارة إحنا مش متعودين على الخسارة إنما التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول النادي الأهلي بيكسب بطولات النادي الأهلي بيحطم أرقام خياسية النادي الأهلي بيطلع عن بطولة بيكسب بطولة النادي الأهلي ما بيبرحش ببطولة وينام عليها ده مش النادي الأهلي إنما النادي الأهلي لما بيخسر بطولة بيعرف يرجع إزاي هو ده البطل هو ده البطل وكله بسواعد ولاد الأهلي وكله بمساندة جماهير النادي الأهلي العظيمة وكل بطولات الأهلي على مدى التاريخ ملهاش نهاية كل بطولات الأهلي ملهاش نهاية خالص والكلام ده حضراتكم معارفينه أكتر مني أنا النادي الأهلي أنا النادي البطولات أنا منصات التتويج أنا الأرقام القياسية أنا مرعب أفريقيا الفوز والخسارة ده شيء ورد جدا في عالم كرة القدم ما احنا عارفينه طبعا إنما مسيرة النادي الأهلي ما بتتوقفش أبدا بخسارة مباراة وخسارة لقف الأهلي عندهم حطات كتير جدا جاية وبطولات كتيرة جدا جدا جاية الفترة اللي جاية يمكن من السنة اللي فاتت حتى وقتنا هذا لسه ما تلعبش الكاس السوبر المصري اللي هو بين الأهلي وطلاق على الجيش حتى الوقت ما تلعبش دي بطولة لسه النادي الأهلي حيلعبها عندنا كاس مصري في فترة أنا بتكلم ولسه فيه أمل حتى الآن حسابيا لسه فيه أمل في الدورة عندنا بعد كده السوبر مصري اللي احنا بتتكلم عليه من السنة الفاته عندنا السوبر الإفريقي كلها بطولات مهمة كلها بطولات أهم من بعض بطولة الدوري هي فعلا لقب غالي جدا 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 وعزيزة على جمهورنا بطولة الدوري يمكن بطولة الدوري بتبحث عن النادي الأهلي يعني في المواسم القليلة اللي النادي الأهلي يخسرها يمكن الدرع كان بيبقى زعلان الدرع ما بيستحملش يبقى سنة بعيد عن النادي الأهلي تحس ان الدرع بيبكي لما بيبعد عن النادي الأهلي سنة ويعايز يرجع فدي مواقف حصلت لنا ومرت بينا وجمهور النادي الأهلي ما بينساش آه الموسم اللي احنا فيه دو فيه صعوبات كتير جدا 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 ولكن الجيل ده أو الرجالة دي بتاعت النادي الأهلي تقريبا خدت كل حاجة لما بطولة يعني نسبة التركيز بقى قلت وعندك إجهاد وعندك إصابات وعندك غيابات بطولة ممكن هي حتى لان ما زالت بطولة في الملعب لكن لو في بطولة يعني راحت منك خلاص مفيش مشكلة انت كسبان قبلها خمس بطولات وهتكسب بعدها أكتر من بطولة إن شاء الله إنما نتعلم من أخطأنا أكيد هنتعلم من أخطأنا وده النادي اللي هي وده البطر خلي بالكم دي مش وقعة اللي أنا بتكلم عليه ده مش وقعة تقولي بقى الناس اللي بتقولك البطل لما يقع يوم هو فين البطل لما يقع هو فين البطل لما وقع احنا ما وقعناش احنا بنحارب في ظروف صعبة جدا 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 اتظلمنا كتير جدا 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 السنة دي اتضغطنا كتير جدا 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 السنة دي ومع ذلك سنة من أعظم وأحسن السنوات في الإنجازات وفتحية الأرقام القياسية للنادي الاهلي السنة اللي فاتت دي نروح بقى الماتش الجونة النهاردة طبعا فرقة الجونة بتقدم مستوات محترمة لكن النادي الاهلي دايما دايما بيلعب على المكسب حتى لو كان في ماتش ودي يعني يمكن لو فاكرين الماتش الاولاني تقريبا كان النادي الاهلي مع الجونة كان تقريبا وان سايد جيم يعني احنا بنلعب في نص ملعب الجونة من ضمن الاخطاء جات فينا كرة سابتة في اخر الماتش جات في كتف محمد نجيب ودخلت جونة فينا ضيعت من النقطتين دي من ضمن الاخطاء عادي معترفين ولكن كان النادي الاهلي ساعتها هو الافضل ولكن النتيجة ما كانش في صالحنا انما النهاردة ان شاء الله انا واثق لعبة النادي الاهلي ورجالة النادي الاهلي حيلعبوا على المكسب مهما حصل سواء ماتش النهاردة او الماتش الاخير الاسبوع الجاي او كمان ثلاث سيام انما رجالة النادي الاهلي ما يقصرش فيهم ابدا بطولة دي ابدا اللي انتو عملتو يا رجالة شيء عظيم جدا 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 تستحقوا عليه التقدير والتحية والاحترام انتو وجمهور النادي الاهلي العظيم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو ورا كل انتصاراتنا تعالوا بقى نروح نتطمن على الفريق ونروح ليه زمننا العزيز فاروق صلاح ونشوف اخر المساجدات قبل ذهاب فرقة النادي الاهلي لملعب المباراة فضل يا فاروق كل تحية لك كابتن ايمر كل تحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان جولة جديدة من جولات الدوري على المصر الممتاز خلاص المرحلة قبل الاخيرة مباراة الجولة الثالثة والثلاثين مباراة التي تقام على استعد خالد بشارة وتجمع ما بين نادي الاهلي ونادي الجونة خلينا اقولك ان بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار لتيتشي قبل المران عقد مستر بيتسو موسماني محاضرة فنية مع اللعبين لشرح بعض النقاط الخاصة بفريق الجونة وطريقة لعب الفريق الجونة وايضا ايجابيات وسلبيات فريق الجونة مواطن الضعف ومواطن القوة في فريق الجونة شدد مستر بيتسو موسماني مع اللعبين على ضرورة عدم يعني خلاص ان احنا نركز وضرورة ان احنا نلعب لاخر نفس نلعب لاخر رادية وده طبعا يعني شعار النادي الاهلي وهو ده اللي النادي الاهلي بيصير عليه انه نلعب لاخر دية وتمسك بالامل في المبراطين مباراة الجونة ومباراة اسوان يعني عقب المحاضرة الفنية ايضا الكابتن ساد عب حافظ اتكلم اللعبين وحس اللعبين على ضرورة انهاء الدوري وانه لازم اكسب المطشين مطش مباراة الجونة ومباراة الاسوان عقب المحاضرة واليعني محاضرة الكابتن ساد عبد الحفيز اللي كان التمرين الاخير لفريق النادي الاهلي ركز مستر بيتسو موسماني على بعض الجوانب الخططية والجمل التكتيكية طبعا هو عارف ان ملعب الجونة واحد من الملعب اللي بتميز بطيارات اللي هو على مدار التسعين نادية حاول مستر بيتسو موسماني ان هو يشتغل وينوع شوية فيه الشق اللي جومي ويشتغل على الكرات السبتة وتنويع الاختراقات سواء عن طريق العمق أو عن طريق الاطراف والتزديد من خارج منطية الجزاء عقب المران اعلن القائمة وتوجه الفريق على متنطيرة خاصة الى الجونة طبعا بيرافق الفريق الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي اللي حريص ان هو يكون مع الفريق في كل الظروف وفي كل الاواتر كابتن محمود الخطيب اللي موجود مع الفريق ويكون موجود للنهاردة ايضا في ملعب الخالد بشارة بالنسبة لتفاصيل يوم للنهاردة اللعبون تنوالوا وجبة الافطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة 3 عصرا ثم المحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسماني كانت في تمام الساعة 5 ونصف مستر بيتسو موسماني في المحاضرة الفنية طبعا اتكلم مع اللعبين على اخر التعليمات ومن خلالها اعلن التشكيل تقدر تقولي التشكيل مش هختلف كثيرا عن يعني التشكيل الالي في اللقاء الاخير بالستة طبعا غياب طاهر محمد طاهر ليه حصوله على الانذار الثالث وغياب حمد فتحي بعد شعوره بيشد في العضلة الخرفية اللي يعني من خلال الدكتور رحمد عبابلة حاولنا نطمن على حمد فتحي وقال عقب العودة من الجن هيتم اجراء فحص طب اللي هي حمد فتحي ويشوف فرص لحاقه بمبارات أسوان ان شاء الله يكون كبيرا انه يكون موجود في مبارات أسوان طبعا ايضا بيغيب على النادي الالي في هذا اللقاء وليد سليمان وجونيور اجاييه وناصر مان ومحمد محمود ومحمود متولي اتحاد المصري كان اعلن عن تقيم تحكيم لهذا اللقاء بقيادة امين عمر حكم الساحة يعاونه احمد حسام وهشام الدسوي والحكم الرابع محمد فاروق موجود على تقنية الفيديو محمود البنى ومحمود لقبت النادي الالي بتتمسك بالأمم ان شاء الله النهاردة مباراة مهمة جدا النادي الالي قادر على تحقيق الثلاثة النقاط والفوز على فريق الجونة ثم الانتظار ان شاء الله للمباراة القادمة امام فريق أسوان النادي الالي طبعا ظهوره النهاردة يكون بيء الزي الأحمر بينما فريق الجونة يكون يعني ظهوره بيء الرداء الأبيض لفريق الجونة طبعا الكابت الرداش حاته عارف انه هو المبالعب مباراة ده من نادر آيلي حاول يكسف شوية فيه خط الوسط ويقفل وداية المساحات على فريق النادر آيلي واستغلال طيارات الهواء اللي هتكون موجودة في أرض الملعب لكن إن شاء الله يا كابتن آيمن اللي عبت النادر آيلي قادرين إن شاء الله على تحقيق الانتصار والفوز على فريق الجنة إن شاء الله إن شاء الله يكون فيه نتيجة في المباراة الأخرى وبإذن الله نكمل المشوار من جديد تعود الكلمة للكابتن آيمن شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح طبعا شفنا فاروق وبيتكلم على حكام المباراة النهاردة والفار في الإسبوع القبل الأخير من الدوري حكام دوليين على أعلى مستوى حكام الفار معهم رخصة في الإسبوع الأخير قبل الدوري ما ينتهي بإسبوع بمبارا لأجواء كويسة طمنا عليها إن شاء الله بإذن الله نجوم الأهلي على قادر المسئولية طبعا زي ما قلنا نادي الأهلي دايما بيلعب على الفوز حتى لو كانت مباراة الدية بغض النظر مين اللي هيكسب الدوري أو مين اللي هيخسر الدوري هنروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستقبل ديوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن أسامة عرابي والكابتن أسامة حسني أرجوكم انتظرونا اشتركوا في القناة 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 ينتمي لدي المنظومة العظيمة يتمنى ان يكون في اي شيء خارج بالنسبة لها يعني بعد ان انا هتكلم عن نادي الاهلي العالمي نادي الاهلي نادي القرن نادي البطولات نادي كل حاجة شاديد يعني ناخدش في حاجات لا لا نتكلم على نادينا اي حد بيجي له فرصة انه يحاول انه يكون موجود على الساحة او يكون موجود في في نطاق البطولات والنطاق المنافسات والحاجات دي كلها صحيح بيبقى في كل حاجة بص بيبقى في كل حاجة وانت بيبقى عندك ضغوط وعندك حاجات بيتخرجك ساعات عن ادائك السليم ومسألة الدولة مسألة التحكيم ومسألة خلاص بقى احنا النهاردة بنشوف الا اذا الا اذا لا خلاص احنا ادنا واحنا بنتجاوز اي حاجة ما عندناش غير منظور واحد اتعاونه هو الناد الاهل جماهي الناد الاهل ادارة الناد الاهل واحترامها للاخرين واحترامها لنفسها واحنا ده اللي كسبنا وده اللي بيخلينا على طول عندنا ده قليبنا ما شاء الله ملينا خزائن من البطولات صحيح احنا احنا في النادي الاهلي تعودنا دايما لما يكون فيه اخطاء ما ما بنغمدش عنينا وما نتكلمش فيها بالعكس احنا هنا يمكن في بعض الناس كانوا يزعروا مننا ان احنا بنقول بعض الاخطاء اللي بتحصل ولكن النادي الاهلي لقدر الله ما زالت البطولة حتى الان في الملعب ولكن النادي الاهلي لما بيخسر بطولة بيشوف اخطاء بيتعلم منها ومش عايز اقولك بقى اللي بيحصل بعدها النادي الاهلي كان بيعمل ايه السنين اللي فات والنادي الاهلي متعود يعمل ايه في حالة خسارة بطولة بص يا ايمن انت وانت بتتكلم بتقول لما يخسر بطولة مش لما يكسر بطولة بس لما يخسر بطولة بالنسباننا احنا بنعتبرها كارس حاجة اللي هو حاجة بالنسباننا بالنسبة جميل النادي الاهلي حاجة مش طبعية ممكن ناس كتير او بتعتبرها طبعية هم تعودوا على كده احما تعودناش على كده ده يامل قول الكلام ده انا في القناة دي والحمد لله كلنا اتربنا في النادي انت ما تعودتش ان انت تخسر بطوله ما تعودتش ان تخسر مباراة ما تعودتش انت عندك كم مشاكل طول السنة انت مش تعود على كده انت بتكلم كم تشريه في الوقتي بصور بعض الناس بتهاجم النادي الاهلي انت بتهاجم اكتر منظومة احتراما وانضباطا موجودة فافرخيا في الشركة الاوسط واكيد في مصر اكتر منضباط واحترام ونجاح طبعا ونجاح دي حطت احتها ميت خط نجاح يعني هو نجاح في كل حاجة والنجاح ده دايما ابنكالي بيقول ما بيجيش من فراغ والله خالص ولا بيجي من سنة ولا اتنين ولا تلاتة ده نجاح بتاع الشغل طويل جدا والسخافة اللي وصلت لك دي امي وصلت لجماهيرك انت مش مستقبع ممكن تخسر بطولة لحد النهاردة انت مش مستقب لسه ولا جماهيرك ما احنا بنقابل للناس في الشارع دي سخافة محدش هيوصل لها سخافة ان انت انا مش مستقبع بنا ممكن تخسر بطولة فصة كم بطولات انت وخدها انت عارف توصيلت لايه اللي هو انا مش عايزة مش عايزة افرد في بطولة وبطولة يعني يعني بطولة كانت في المتناول ويس وممكن تكون حصلت اخطاء كده حصل لكن في الاخر انت مش قابل لموضوع ويه طبعا زائرة صحية جدا جدا فعشان كده ازا انت بتتكلم الوقتي يعني لا كلم اتكلم لكن انت بتتكلم على منظومة مليهاش مثيل صحيح خالص لما تدور على احسن حاجة الحمد لله موجودة ومنظمة وما فيش مشكلة فيها هو في النادي الاهلي مصبور صحيح كابتن السامة كابتن علاء تتكلم عن منظومة النادي الاهلي زي ما شوفنا مبارع فيه واحد طلع هاجم يعني شوية مش عايزين نقول اسمه طبعا انما عايزين نعرفه ايه هو النادي الاهلي وايه هي ايمة النادي الاهلي لو هو ما يعرفش ممكن ما يكونش بيعرف ممكن لا ما فيش حد يا ايمن مهما انت هتتكلم هنتكلم كده بالسنة وببلبق يعني زي ما بيقولوا فيه واقع فيه واقع من ساعة ما النادي انشئ سنة 1907 حتى الان فيه مسافة كبيرة جدا وده معروفة للداني والقاصي يعني زي ما بيقولوا المعروفة لكل حد في الوطن العربي معروفة لكل حد في افريقيا يا راجل ده رئيس جمهورية افريقيا هنق جنوب افريقيا لما جي ميسك النادي الاهلي انت بتخيل يعني رئيس جمهورية بيهن مدرب انه ميسك سفير اعتبروا سفير اكبر منظومة زي ما علاء وشريف قالوها في القارة وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط يعني انت حتى لما بتتقاس بالبطولات العالمية بتتقاس باكبر الاندية زي ريال مدريد وزي برشلونة والاندية العريقة دي فمش الكلام هو اللي هي يعني مش الكلام هو اللي هيقول النادي الاهلي كبير ولا مش كبير هو النادي الاهلي كبير رغم ان في اي حد طبعا دي موضوع طبيعي يعني والنادي الاهلي اذا كان بيتكلم احيانا في بعض التجاوزات اللي بتحصل في حقه ده ده طبيعي انه كل واحد بيدور على حقوقه كل واحد بيدور على بيشوف الأخطاء اللي تسببت في هذه ما سواء أخطاء وقع فيها النادي نفسه في أي ظروف مثلا في إدارة في أجهزة فنية في ضغط مباريات أي حاجة هو وقع فيها والجانب المقابل الأخطاء اللي ممكن تقع من خارج فلازم تدور على الأسباب إيه اللي بتخليك تخسر ده حق طبيعي وحق مكتسب لأي فرقة نتقول كده والنادي اللي معروف طول عمره إنه مش من الأندية اللي بتتجاوز أو تبالغ في هذا الموضوع على مدار تاريخنا كله يعني حتى لقيت كابتن محمود الخطيب وقبل كده كابتن حسن وقبل كده محمود طارق وقبل كده كابتن صليح سيم أول ما بيعودوا معنا يقولك أنت مليكش دعب الحكام أنتوا خليكوا في لعبكوا تركزوا في أدائكوا أنتوا كتركزوا وغيرهم غيرهم من ساعة ما كنا بنسمع عن الكابتن مختار تيتشا الله رحمه يعني كل الناس اللي سبقوا فدي مش النادي الأهلي عمره ما بيعمل حاجة لخسارته بطولة وتاريخه بيتكلم عنه قبل ما نحنا نتكلم عنه يعني صحيح يا كابتن كابتن السامة تعودنا هنا في قناة النادي الأهلي إن إحنا ما نردش الإساء بإساء ولكن نعرف كويس قوي طبعا في ناس بتاعي عرف تجيب حق النادي الأهلي مسؤولين ولكن بنعرف هنا كويس قوي ناخد حق النادي الأهلي نعرف ندفع عن النادي الأهلي وده حق من حق النادي الأهلي علينا ما بدينا يا كابتن أيمان وإحنا هنا في قناة الأهلي إحنا دايما عارفين إن في ملايين من الجماهير بتفرج علينا وبتشوفنا جماهير النادي الأهلي 70-80 مليون فإحنا دايما وإحنا قاعدين هنا في منبر قناة الأهلي دايما بنمثل النادي الأهلي حتى لو إحنا مش في الملعب فإحنا نهار دا بنحترم الجمهور كل كلمة بتخرج مننا بتبقى بميزان دايما قناة النادي الأهلي يعني على مدار تاريخها شوف كده تاريخها كده مش هتلاقي فيه برنامج توقف مفيش مزيع توقف مفيش اي حاجة سيئة بالنسبة لها تلاقي ده دليل نحن مشيين بحيادية ومشيين باحترام بندفع بس عن حول ناد الأهل فترة الأخيرة لما كنا منتكلم عن التحكيم هل كلامنا كان مرسل كلام في العام ولا كلام كان بأدلة النهاردة لما كان بييجي الحكام ويقولوا ناد الأهل مظلوم في الحتة الفلانية ليه راكل الجزاء الهدف ده ما تحسبش فعلى أساس اللقطات كنا بنتكلم سنة دي لما تتفرج على الاستوديوات التحليلية وخاصة كمان مش هقول لك قناة الأهل قناتنا مجروحة شوية ان احنا يعني شهادتنا مجروح لكن شوف القناة اللي نقلة للدور الممتاز اللي عندها حصرية الدور الممتاز شوف هناك أكبر مشاهدة ايه مش هتلاقي الاستوديو التحليلي كلام الكاباتر بكلم فكور هتلاقي الكلام او الفقرة التحكمية يبقى اذا النهاردة كان عندك مشكلة في التحكيم احنا النهاردة ما بنسيقش للتحكيم او بنسيق لأشخاص في التحكيم النادي الأهلي في موسم 2019 وقت ما كل أندية الدور الممتاز جروا على حكام أجانب علشان العدالة وقتها وبالمناسبة العدالة انهم خسروا الدور في الآخر والنادي الأهلي خاد الدور النادي الأهلي وقتها هو النادي الوحيد اللي وقف جنب الحكام المصرين وقال عندنا سكره لكن السنة دي لكن السنة دي لما احنا كلمناها التحكيم كنا بنتكلم بواقعية صحيح لما يطلع واحد احمق واحد فاشل يتكلم ويسيق لا نحنا النهاردة بنتكلم بالأدلة صحيح طيب انا عشان نسل نحاك عندك فاصل نتلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع الكابتون سامح حسني من جملة كبار بعد الفاصل ارضوكم انتظروا نرحب بيكم مرة تانية اعزائي المشاهدين ومعنا تشكيل النادي الاهلي هنقول وابلما نرجع كابتن وسامح حسني علي لطفي لحرص المرمى حمد هاني نحي تليمين علي معلون نحي تشمال اتنين اللي في قلب وراء ايمان اشرف وياسر ابراهيم خط روسط دفاعي عمر السلية هاليو ديانج ورباعي المقدمة كهرباء والشحات على الأطراف بينهم افشة وصلاح محسن راس حربة نقولها مرة تانية علي لطفي لحرص المرمى هاني محمد هاني وعلي معلول زهير ايمان وزهير ايصر ايمان اشرف وياسر قلباي دفاع خط روسط دفاعي قدامهم اتنين عمر السلية هاليو ديانج ورباعي المقدمة محمود كهرباء والشحات وبينهم افشة ورس حربة صلاح محسن الاحتياطي النادي الاهلي النهاردة مصطفى شبير سعد سمير احمد رمضان محمود وحيد رامي ربيعة اكرم توفيق مروان محسن حمد شريف والتر بولي كابتون سامة حضراتكو قبل الفاصل بتتكلم وانا اطعطك معنش اه كان قبل الفاصل بنتكلم عن الستوديو واحنا كلامنا هنا كمحللين في قناة الاهلي دايما علينا مسؤولية كبيرة مسؤولية ان في جماهير بالملايين بتسمعنا فالكلمة بتخرج مننا بحساب لما انتقدنا التحكيم يعني ما انتقدناش وقلنا كلام مجرد كلام لكن كله بالوقاع في قناة الاهلي وخارج قناة الاهلي كل المحللين او كل حكامنا اللي تكلموا عن فقرة التحكيم السنة دي لما حتى بنشوف وانا مش اقولك عن قناة الاهلي وكانت نصر عباس وموجود معنا لكن شوف القناة اللي نقلة للدور الممتاز كان فقرة التحكيم هي الفقرة المستحوزة على مشاهدة الجماهير كلها الناد الاهلي السنة دي تعرض لظلم كبير خسارة مطشاط وتعادل مطشاط كان الناد الاهلي لا يستحقها اه في مطشاط احنا ضيعناها بادينا كنا ممكن فيه افضل من كده برضو كان فيه شوية اجهاد وكان فيه ضغط مطشاط لكن ده مش مبرر ان انا كنت اخد حق من الحكام لكن النهاردة لما احنا انتقدنا على التحكيم وطلع واحد فاشل علشان يتكلم ويتكلم عن منظومة التحكيم خلي بالك اللي على رأسه بطحة ده ما بحس بيها ومشاء الله هو مش عنده بطحة واحدة على رأسه ده دماغه كلها مفتح من كتر البطحات اللي موجودة فاحنا النهاردة لما بنتكلم عن الوقاع الموجودة في الموسم ده احنا بنتكلم عن وقاع سابقة ووقاع حالية السنة دي شفناها بيعنينا في الموسم الحالي ما واحد فاشل طلعب بكده قالك انا اكتر واحد ساعدت نادي الزمان وفتحت لهم القيد في وقت القيد ما تفتحش فيه ده كان من ضمن الاسباب الحاجة التانية لما شفنا السنة دي وقعت تسعة وتسعين في الدوري الشباب شفنا النهاردة التلاعب في اللوائح النهاردة لعيبة كانت موقوفة بتلعب مع الفريق الاول بتاعنا ديها وطلع كابتن فاروق عفر قالك كلمة احد الموظفين في تحد الكرة وقلت له بعتلي الجواب حالا وبعت الجواب ده خل بالك ده تلاعب احنا مش بنتكلم كلام عبسي النهاردة ده وقاع بتحصل من بداية الموسم ده انا هقول لها هدراك وقعة بس هي وقعة كوميدية شوي اه حصلت النهاردة امكن هدراك سألتني على ليه الماتش ده بيتلاقى بخمسة ونص اقول لك انا عشان عربية الفار تخيل اه عربية الفار عم نستنين عشان تتنقل تروح الملعب تخيل وانحنا النهاردة بنتكلم في دوري بالملايين في استثمارات في الرياضة المصرية في الكرة المصرية بيستنين ان عربية الفار تطلع من الملعب ده فاحنا بدرنا المباراة شوية بدل السبعة اه عملنا خمسة ونصف شكرا اقول لك احنا عندنا اربع عربيات بس اه والنهاردة في خمس ماتشاة ففي عربية من طب ايه في العربية دي حصل حاجة في الكويتش طب مش حيير حق الماتش انا بقول لك حاجات للأسف حاجات كوميدي حاجات كوميدي تقول ده محتاج الفار في ايه اه ده مش محتاجينه خلاص مخلاص اه خلاص يا كابتن بالمناسبة بربي بريبا جدا يا وكابتن شريف بتكلم عن الفار شوف البطولات اللي دخل فيها الناد لها للسنة دي ايه اه هتلاقي كلها بطولات افريقية بطولات عالمية ايه وفيها فار على اعلى مستوى صحيح الناد لها اللي اخفق اي بطولة لا ما اخفقش في اي بطولة حتى لما تحسب عين افريقيا حتى فاكر ضرب الجزاء اللي خدناها في افريقيا هنا اه بتعادلوا معنا كانت فرقة ايه مش سنبا التانية اه كانت بدون فار اه البنالت 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 بتاع ردوان جاي بيتا كلاب وما كانش فيه بيتا كلاب ولا اعتردنا ولا اعتردنا وخلي بالك حاجة كان هو اعتذر بعد دي ردوان جاي طلع بعد المباراة اعتذر ان تعصر الرؤية دي بالنسبة للمباراة الان لكن النهاردة لما بنتكلم عن الفار في الدور المصري لا في علامات السفام كتير جدا طيب اه قبل ما نروح لكابتن شريف هنروح لزميننا فروس رحمة مالعب مبارا المنعم كابتن علاء ميهوب الكابتن هسامة عرابي والكابتن هسامة حسني وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان طبعا من هنا من استاذ خالد بشارة ومباراة الاهلي والجونة في الجولة قبل الاخيرة الجولة الثلاثة والثلاثين للدوري المصري مباراة لسا نقول التركيز موجود عند لعبة النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي بتتمسك بالامل على الرغم من الصعوبات اللي وجهة النادي الاهلي على مدار هذا الموسم ما بين سفريات ما بين ضغط المباريات ما بين يعني فسط هزيل الضغوط لعبة النادي الاهلي قدرت انها تفوز بدور أبطال افريقيا وتفوز بكأس السوبر وكأس مصر ويعني تبقى حامل لقب الدوري أبطال افريقيا العامين متتلين لعبة النادي الاهلي بتتمسك بالامل ده كان كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين وايضا الكابتن سادة عبد الحفيز والشغل على الدعم النفسي والعمل النفسي للعبين طبعا عايزة وضح نقطة مهمة جدا لكابتن أيمن وهي غياب محمد الشناوي عن هذا اللقاء محمد الشناوي النهاردة يعني في فندو لقامة يعني كان الشعر بإعياء شديد ويعني بعض الأعراض النازلة معاوية دكتور أحمد أبو عبلة فضل أنه يريح اللاب وبالتالي خارج قائمة المباراة ومحمد الشناوي موجود حاليا في الفندو طبعا الدكتور أحمد أبو عبلة يعني بعض الأدوية للمحمد الشناوي اللي يعاني من نازلة معاوية لكن طمنا عليه بنسبة كبيرة جدا وخرج من القائمة هو ويكريم ندفط طبعا وإحمد نبيل كوكا طبعا زي ما حضرتك استعرضت بالتشكيلة كابتن أيمن اللي أعلنه مستر بيتسو مسيماني لازل اللقاء وأيضا موجودين على مقاعد البودلاء مصطفى شبير ورامي ربيعة سعد سمير ومحمود وحيد وأكرم توفيق ومحمد شريف وولتر بوليا ومروان محسن خلينا أقولك برضو أن هنا الأجواء أكثر من راعة درجة الحرارة بتطراح ما بين 30 إلى 32 درجة مقوية نسبة الرطوبة بتادي تقل شوية إن شاء الله للظروف تكون وهي النهاردة نشوف مباراة ما بين الأهل والجونة وإن شاء الله كل التوفيق لفريق اللي نادر ألي من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح كابتشريف قبل ما نروح لكابتشريف ودي دجلة عادل مع سيراميكا كيلوباتا وكده هبط رسميا مع الإنتاج الحربي وأسوا كابتشريف مباراة صعبة ما زلنا متمسكين بالأمل حتى آخر لحظة ولكن وضع صعبة جدا خصوصا أن طبعا زي ما احنا عارفين الفارق أربع نقاط وباقي مبارته نهينا عن الفارق أربع نقاط أو مبارتين اللي باقيين في الدورة عموما أي فريق بيلعب نادر ألي بيبقى يوم خاص أو بيبقى مناسبة بالنسبة للفريق اللي احنا هنلعبه حاجة اليوم الشهرة يوم الأداء يوم اللعيبة كلها بنحس أن هما فرحانين أن هما بيلعبوا فرقة زي نادر ألي بالنسبة للفوج النهاردة أو السلاس نقاط ده ده شيء احنا ما ننكلمش فيه يعني ده ده أساسي يعني أنت لازم نهاردة بإذن الله تكسب وإلا إذا حصل أي دروب مع المنافس يبقى لاقس آخر ماتش برضو بيحدد فيه مين بطل الدورة ما حصرش النصيب خلاص يبقى أنت موسم بالنسبة لك هايل جدا حققت فيه أحسن شيء أنت كنت ممكن تتمنى صحيح بطلتين كبار جدا أفريقيا في ست سبعة شهر كاس مصر سوبر وداخل على سوبر مصر كمان لسه فكل الناس بتحاول تبقى معك في هذا الشكل من النجاح هذا الشكل من النجاح بيتوسم فيه إدارة جاوية جدا ومؤسسة عظيمة جدا بتشتغل على إسعاد جماهيرها فبالنسبة لمباراة النهاردة زيها زي أي مباراة أيما إحنا بنلعبها صحيح فيه بس دي مجهود كبير قوي عشان نخلص من أول المباراة عشان نجيب هدف واتنين وبقى نها أسبقية الوجود وإنت كسبان واحد تقدر تلعب بشكل أحسن وإنت كسباني اتنين تعمل شكل أحسن وأحسن بغض النظر عن أي حاجة تاني أنا بلعب مباراة أنا مش شايف حاجة دلوقتي قدامي غير أنا أنا النهاردة المفروض إيه الأول نكسب سنة سنقار بعدين يحصل يحصل نعرفش بقى يحصل أي حاجة في الأفق ناحية تانية زي ما أنتوا كنتوا تتكلموا فيه ناس لعبة السنة دي وكانت موقوفة ما نعرفش الدنيا فيها حاجات كتيرة وممكن تحصل إنما أنا كل اللي علايا النهاردة إنه أركز في سلس نقاط أركز في إن حافظ على لعبتي إنهم ما يبقوش خارجين النهاردة من إصابات من أي حاجة أو عودة المصابين تكون عودة سليمة عشان أنا محتاجهم من الفترة الجاية كبيرة وفيه كاس مصر وفيه لعبة رايحة ومنتخابات وفيه حاجات كده فأنا بتمنى يكون المفهوم عندي النهاردة إنه أنا ببص في ورقتي بس ما ببصش في أي حاجة تانية بإذن الله بإذن الله تعال نرجع مرة تانية لملعب المباراة ونروح نزمننا محمد توفي من الملعب قبل المباراة مباشرة فضل يا محمد سهر الخير كابتل أيمد تحياتي لحضرتك وضيوفك كرام في الستوديو وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الستوديو التحليلي ومبارات الجونة والنادي الأهلي في إطار مباراة الأسبوع و33 من الدورة المصري الممتاز والتي تصدقهم بعد أقل من ساعة هنا على السيادة خالد بشارة بالجونة كابتن يعني خلينا أكلمك عن استعداد فريق الجونة لمباراة اليوم يمكن فريق الجونة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام سموحة بسيادة أهداف مقابل هدف واحد باستاذ الإسكندرية توجه مباشرة إلى مدينة الجونة هنا ودخل فيه معسكر مغلق لمدة يومين قبل المباراة كانت تدريبات فيها صباحا ومساءا استعدادا لمباراة الأهلي اليوم يعني خلينا أقول لك كابتن أيمان آخر مفوز حققه فريق الجونة كان من ستين يوم وبالتحديده بخمسة وعشرين يونيو أمام سراميكا كولوباتر على نفس ملعب مباراة اليوم وانتهت مباراة فوز الجونة تلاتة اتنين بعدها يمكن الجونة تعادل في مبارايتين المباراة الأولى كانت أمام الإتاج الحربي واحد واحد والبنك الأهلي بنفس النتيجة وبعدها تعرض الفريق لسلاسة هزائم كانت أمام المقاولين اتنين واحد وابرام الزي اتنين واحد وفي المباراة الأخيرة أمام سموحة بسلاسة أهداف مقابل هدف واحد يمكن ده اللي خلى كابتن رضا شحاتة والجهاز الفن النهاردة يلجأ لخطة دفعية بعد شي يمكن النهاردة غير فيه التاكتك اللي بيلعب به وبادئ بخمس ملافعين واربع لعبين في وسط الملعب وبيلعب بمهاجم وحيد وهو عمر السعيد يمكن نخليك ألمك كمان على أبرز غيابات الجونة النهاردة أحمد عبد المنعم اللي بيغيب للطرد في المباراة الماضية وناصر ناصر لحصوله على سلاسة الانزارات بينما يعود للفريق النهاردة اللي هو أي وائل وعمر السعيد ونور السيد أما على سعيد الأجواء أنا كابت أعمل أجواء أكثر من رأة يمكن درجة حرارة 33 درجة مقوية نسبة الرطوبة 27% فيه يمكن نسمة هوا خفيفة هتبقى مع الفريق اللي هيبع على يسار المأسورة الأجواء أكثر من رأة نتمنىها إن شاء الله مباراة كبيرة كمان من الملاحظات اللي هنا في أرض الملعب يمكن طقم وحكام الفار اللي لسه عائدين من المغرب من نهاية البطولة العربية كابتن محمود البنة وكابتن أحمد حسيم يمكن أموا ببعض عمليات الإحماء قبل المباراة يمكن كلمت معهم ما لحقتوش تستريحوا بعد المباراة النهاية البطولة العربية فالكابتن محمود قال ده واجب تكليف يتكلف نبيه ولازم يكون موجودين في أرض المباراة نتمنى إن شاء الله صلاة نقاط جديدة للنادي الأهلي كل التوفيق للنادي الأهلي وفي المقدمة دائما كلمة حالك وضيفة الكرام كابتن عيما زميل عزيز محمد توفيق جالنا تشكيل الجونة محمود الغرباوي لحرص المرمى وخمسة في خط الده عندنا محمود الجزار ومحمد نجيب ولو أي وائل في القلب على الأطراف عمر السعداوي ناحية الشمال محمد عبد الجواد ناحية اليمين دمهم اتنين في نص الملعب نور السيد وأحمد عامر وثلاثي المقدمة عمر بركات ناحية الشمال إسلام عبد النعيم ناحية اليمين وعمر السعيد رأس حربا قلهم مرة تانية محمود الغرباوي ثلاثي محمود الجزار محمد نجيب لو أي وائل على الأطراف عمر السعداوي محمد عبد الجواد دمهم خط وسط دفاعي نور السيد وإحمد عامر وسلاسي المقدمة عمر بركات إسلام عبد النعيم وعمر السعيد كابتن علاء أعتقد تشكيل النازي لأهلي ما فيهوش مفاجآت يعني هم تقريباً هو بيلعب بالمجموعة اللي بدأت المجنفات مع هذا بدايةً محمد هاني مكان أكرم توفيق و أليو ديانج أليو ديانج عمر السليح عشان حمدي فتحي كان بيشتكي الخلفية على أعتقد فبس إذا كاننا في حاجة كان بيتكالفها كانت تشريف حكاية أن الأهلي بيلعب لحد آخر مباراة ولحد آخر ثانية والأهلي بيلعب طبيعته أيماً يعني شخصيته شخصيته الأهلي بيلعب أي مباراة بكسبعة عايزك سابعة أو تفكير ما بيفكرش غير في مكسب فالمتبقي مباراة المتبقي خمس دقايق عشر دقايق النادي الأهلي هدفه واحد أنه بيلعب دايماً على مكسب فده إحنا يعني النقطة دي مش شغلية نعمتنا يعني ولا النهاردة ولا مباراة قديمة إن شاء الله بالنسبة للرضا نهاردة بيلعب بتلاتة ربعة تلاتة يعني بيلعب بتلاتة في القلب وبالربعة بيلعب بتلاتة قدام هو مغير النهاردة أنا هو عامل تتعيم شوية لحتة الدفاعية فأنا هتكلم على النادي الأهلي الطريقة العادية التشكيل حتى بيحصل فيه تغيير أنا بحس فيه تغيير وخصوصاً دائماً التغيير بيحصل في الاتنين في قلب النصف الملعب هما التلاتة يعني أي اتنين منهم بيقادوا بأدوار ممتازة الحقيقة فهذا مشكلة شافت التشكيل طبيعي جداً ما فيش فيه مشاكل خالص هتلعب بطبيعتك هتلعب بضغط على فريق الجونة وأكيد مستر المشتماني بعد ما شافت التشكيل بتاع الجونة هو خلاص متأكد هو بيلعب تلاتة في القلب عزيق في حتة القلب كويس أولاً دائماً من حتة القلق فيها حتة القلب دي ممكن بقى الأطراف برضو يعني واضح إن الرضا النهاردة من من طريق تشكيله ما أمن تأمين جيد جداً نحن انقفل كويس غروست الملعب وهي دائماً الاطراف يعني ثلاثة اربعة ثلاثة دي بتقفل القلب اللي هو قدام حارس المرمة ودائما بتحاول على الأطراف اللي هي الممويزات النادي الأهلي صحيح يعني هو بيلعب على ممويزات النادي مش بيلعب طريقته هو عشان كيف بقولك عايماً دائماً اللي بيلعب النادي الأهلي هو ممكن يغار طريقته عشان النادي الأهلي diyor ما عليك علينا. وعمره ما تبقى الحك. وعمره ما تبقى العكس خالص. تبقى عمره وقالك الكلمة دي. انت بتلعب بطريقتك العادي. المنافس هو ممكن يغير طريقته. والنهاردة رضا ما ام من حتة قلبر نهاردة. لكن فريق النادر انا شايف ان الاطراف ممتازة كان عالي وكان كهرباء. محمد هاني واكرم مفيش فرق في الاتنين. واحسين الشحات. صلاح موحزم قولناك كان راس حربة مش محطة لواء بتحرك عنده بسرعات. بلعب ارتقاء بدماغه ممتاز. كانوا كيف تشايفه في المرات السابقة وجاب جول حلو اول ماتش اللي فات. اه ديانج والسطولية ادوارهم العادية. ضغط مع ضغطين مع الناس الفراوضة اللي قدام. ايمن ارشف وياسر وعلي معلومة محمد هاني. التشكلة ما فيش مشكلة. حتى خروج نهاردة الشرناوي موجود عالي لطفي. ما فيش ما فيش اي مشكلة. انت الحمد لله كل ما كان عندك عندك فيه لعيب واتنين وثلاثة. والاتنين او الثلاث لايب احسن من بعض. وكلهم اززين. ما بتحسش ان النهاردة انا بالعب بالاول او الثاني. انما كلهم من قيبة كميسة جدا. وبتمنوك في اي حاجة انت عايزك. صحيح. كابتن مسامة اه قبل ما نتكلم في تشكيل النادي الاهلي كنت عايز اتكلم عدلك في اه في نقطة معينة. هل تركيز ومجهود لعب النادي الاهلي في البطولات المطلحقة سواء محليا او افريقيا او دوليا من بطولة كاس العالم. خدت شوية من تركيز ومجهود البدني والزهني من لعب النادي الاهلي في بطولة الدول يؤثر على مستواهم. طبعا ما فيش شك في كده يعني. انا معترفين خلي بالك قبل الكلام. معترفين بان وجود اخطاء فنية عندنا واخطاء تحكمية اثرت في بعض المبارية. طبعا. الف به انت اي لعيب في العالم مش في الدور المصري بس محتاج راحات كويسة عشان يطلع اقصى ما عنده بدنيا وفنيا وزهنيا وعصابيا ولذلك انه بتاخد راحات ما بتفضلش انت مش مكنة بتاخد راحات في اوقات معينة من الموسم والمواسم بتتقسم فترات اعداد وفترات منافسات وفترات للراحة في اي حتة في العالم. فطبيعي ضغط المباريات والتركيز في بطولة افريقيا اللي كانت اهمة بالنسبة للنادي الاهلي. يعني كل بطولات مهمة. يعني طبعا النادي اللي بيخش اي بطولة عايز ياخدها. ولكن كان التركيز فترة اكتر منصب على بطولة افريقيا. ده ما فيش شك اه ضغط النادي الاهلي. عدد مباريات كبير جدا بتلعب. اه لعيبة ضغطة اه عصبيا ونفسيا حصل اصابات. ما انت لما بتاخدش راحات كويسة. الاصابات تكتر. ده طبيعي. في ان كل ما العضلة ما بتبقاش مرتاحة. واغد راحتها. سهل تتصاب. سهل تتصاب. لانك محملة بالجهد الكبير من السفر. من من التدريبات. من المباريات. من الضغط العصبي. فما فيش شك ده اثر كتير. وده فرصة للمنافس انه كان بيلعب مباريات. وانادي الاهلي الضغط في التمن تسع مباريات. يعني اتأخرت عليه. اعتقد انها من الاسباب اللي ساعدت كتير نادي الزمالك او المنافس. انه كان بيلعب مرتاح بنسبيا عننا في الدور العام. لو هو تحط في نفس الوضع ضغط المباريات دي. اعتقد انه النادي الزمالي كان ممكن يبقى اخد الدوري فرق. مثلا عشر نقاط. سبع نقاط. تمان نقاط من اسبوعين مثلا. ولكن ضغط المباريات والسفريات الكتيرة. اصلت بالسلب طبعا. ما فيش شك في بعض المباريات. يعني. اصدام فيزت من جهد اللعيبة. طب درويتك الفنية بقى للتشكيل النادي له. تشكيل منطقي ما فيش حاجة متغيرة. يعني هاني مكان اكرم ده عادي. لانه هاني اصلا هو اللي كان الاساسي. الناس هما هما. كتير شوفنا ديانج مع السلية. حمدي مع السلية. حمدي مع ديانج. والثلاثي الامامي تقريبا هو ده اللي بيلعب في معظم المتشاط. هو في الفترة الاخيرة دخل صلاح محسن كراس حربة. ونجح بشكل كويس او في مباراة المصر. وجاب جون جميل. وادى ده ممتاز يعني. يعني ما فيش حاجة متغيرة. نفس موضوع هتلاقي الجبهة اللي فيها علي معلول بتتحرك كويس. لانه مؤسر في الكرات العرضية. سواء على القائم الاولاني او التاني. نفس الشيء الناحية التانية هاني. بنلاقي كتير اوي كاربا. وحسين الشاحات بيخشوا للعمق عشان يوسعوا لهم. هتلاقي نفس الكلام اللي بيحصل. هتلاقي في زيادة من عمر السلية او ديانج خلفهم مع افشة. عشان نعمل زيادة عددية كويسة ساعة الهجمة. انت ما بقيتش مضغوط اوي زي الثلاثة اربعة ماتشات اللي فاتوا. اي. يعني يمكن لما كانت الامور متساوية في النقط كان ضغط عصبي كبير اوي. اي. انت الماتش اللي فات لعبته بقاريحية وكسبت فرقة اللي هي مفروض كانت التالت او الرابع على الدوري اربعة اتنين. وكان ممكن تجيب اهداف تاني. جبت اربعة اهداف جميلة وكان ممكن تجيب اهداف تاني. والحلوة كمان في المباراة اللي فاتت انك مصري كان بيرجع للماتش انت بتكسب على طول بعديها. يرجع للماتش انت بتكسب بعديها. وجبت هدف كمان بعد كده رابع. اعتقد الشكل العامل للنادي الاقلي الليعب بمباراة المصري هو هو هو. وعندك فرصة النهاردة انك تثبت زي ما دائما بتثبت لجماهيرك انك لازم تلعب للحظة الاخيرة والثانية الاخيرة. طلع كل جهدك في المباراة. بالنسبة سريعا لتشكيل الجونة. هنرجع له. هنرجع. اه ماشي. طيب خلاص او كابتنى السامة قبل ما نروح لتشكيل النادي الاهلي ونشوف رؤيتك الفنية. حصاد النادي الاهلي السنة دي مع مستر موسماني. موسم اكتر من ناجح. طبعا. يعني لو جبنا بالارقام يمكن تنزل لنا ارقام مصر موسماني على الشاشة. هنشوف ان معظم الارقام ارقام ممتازة. وحنيجي لبعض الارقام لان انا سمعت آآ يعني آآ مبارح في برنامج. او يعني هو حد بعتلي. حد قال ان في ارقام آآ نادي منافس تميز بها السنة دي. ولكن احنا جايدين الارقام النار ده عشان نزبطه العكس. ما انا قلت لك في الاول يا قتل ايمن النهاردة البطولات النادي الاهلي للحظة اللي احنا بنتكلم فيها كانت بطولات افريقية بطولات عالمية. النهاردة كان فيها التحكيم مش مصري والفار مش مصري. فعلشان كده النادي الاهلي يعني كان بطل فيها. ها. وده بالارقام برضو. هاي. النهاردة لما النادي الاهلي دخل بطولة افريقيا كان فيه تحكيم مباري. ها. آآ تاخد افريقيا مرتين. الحاجة التانية السوبر افريقي. كس عالم. صحيح. فدي كلها بطولات. او بصها كابتن دي عدد مباراة النادي الاهلي مع مستر موسيماني ستين مباراة كسب تلاتة واربعين عدد تلاتاشر وهزيمة أربع مباراة اختيار موسيماني اختيار رائع جدا أرقام موسيماني مع نادي الاهلي أرقام ممتازة وأول مباراة يهزم فيها موسيماني كانت أمام باير ميونيخ في كاسة عاملاندية صحيح فالنهاردة نكمل الأرقام لـ 117 هدف في 60 مباراة معنى كده أنه هو قدر يعجز الناحة الهجمية تقريبا هدفين في كل مباراة ودي نسبة جيدة جدا علي 39 ويمكن دي السلبية الوحيدة اللي أنا شايف السلبية حتة الأهداف اللي بدأ يتلقى النادي الاهلي في الأوينة الأخيرة في المباراة الأخيرة لما التعب حل وانت النهاردة في آخر السبق كم المباراة وكم الإجهاد وكم السفريات فخلاص عملية التركيز وعملية التعب بدأ تظهر النادي الاهلي شوف في مباراة المصري كان الكابتن يسامة بتكلم عنها شوف آخر 15 لعبت النادي الاهلي زي ما الكابتن سيد عبد الحفيز قال قالك لعبت النادي الاهلي بلغة الكورة اللعبة ماتت في المباراة مش قادرة النهاردة انت خلاص تنفيذت كل قوتك لكن لما كنت واقف على رجلك في وقت للمباراة انك تحضر لها بشكل كويس كنت بتفوز شباكك ما تتلقاش أهداف بتأدي زي مباراة الترجي هناك في تونس بتأدي مباراة رائعة وبتقدر تكسب زي فيتا كلوب بره بتكسب بره وبتكسب جوه مباراة قوية لكن برضو الحاجة التانية النهاردة عايز أشير إليها وإحنا النهاردة آه بطولة الدولة لسه ما تحسمتش وخلينا وقعين الأقرب لها دلوقتي نادي الزمالي بس النهاردة وإنت لللاحظة اللي احنا بنتكلم فيها النادي الاهلي بطولاته عشرة من عشرة لما دخل الموسم لسكواد بتاع النادي الاهلي وإحنا بنتكلم عن عدد اللعيبة اللي موجودة وإنت بتحضر دايما في بداية الموسم لللعيبة أو القايمة الموجودة عندك وإنت هتشارك في ست سبع بطولات صح هل اللعيبة النادي الاهلي وسكواد اللي كان موجود في النادي الاهلي سكواد قوي آه طبعا والدليل على كده وإحنا بنتكلم النهاردة وكابتن الأما يهوب بيقول ولك أنا مش فارع معايا الناس اللي موجود النهاردة أكرم موجود بيأدي نفس الأداء محمد هاني موجود نفس الأداء كابتن الدليل على كده حصدك البطولات دي طبعا يعني أكبر دليل الروتيشن والتغيير المستمر الموجود علي النقط في لها مباراة الزمالك اللي احنا كسبنا فيها في الدولة الممتاز اللي كان موجود في الملعب حكم دولي وعالفار حكم دولي كسبناها هل النهاردة تأثارنا وقلنا الشنوي أداء رؤى نفس الكلام بدر بنون موجود يدخل أيمن أشرف يدخل ياسر إبراهيم رمي ربيعة ساعد سامير على فترات عندك كل البدائل نص الملعب قال يود يانج مع السلامة حمد فاتحي انت خلاص مش فارق معاك مين لهبه موجود أي حد يكون موجود بيأدي نفس الأداء وبنفس الكوة ونفس الريت حتة اليودامانية برضو حصل فيها تغيير السنادي بشكل كبير السنادي كان فيه كم مباراة كتير سكواد النادي الأهلي اللي اتحط من بداية الموسم مع ميستر مسماني كان سكواد رائع يعني من أول مرة أو من سين طويلة أن أنا أشوف كم اللعيبة الموجودة في لعيبة النادي الأهلي السنادي النهارة ده حتى محمود وحيد اللي أنا شايف أنتوا بفرصوا إليه في ظل واحد زي علي معلول محدش يقعده أحسن لاعب في أفريقيا فالنهار دي كان بيدخل ويأدي نفس الأداء ونفس الروعة تعالي معلول كان ورقة ربحة فيه موراد كتير خلينا نتكلم عن بطولات ميستر مسماني اتنين أفريقيا كاس مصر سوبر أفريقي وبرونزيت كاس العالم خلي بالك لو فيه ناس لو خدوا بطولتين بس هيقولك تعشت ونقفل الدنيا واللم العدة بتاعتنا لكن النهار ده شوف كاس العالم الأندية كنا موجودين هناك وانا كنت موجود مع البعثة كنا بنغطي يعني تابع قناة الأهلي وانت في الملعب بتستلم مدينيات المركز الثالث كان فيه جمهور في المدرج ما شاء الله في المدرجات بيقول الدوري يا أهلي السوبر الأفريقي يا أهلي فانت النهار ده طبع في جمهور الأهلي ما بتشبعش من البطولات علشان كده النهار ده واحنا في الموسم الطويل ده يعني خبر ان إدارة الأهلي او القائمين على كرة في الناد الأهلي بيدرسوا يعملوا احتفالية علشان نحتفل ده أفضل قرار للعيبة اللي تعبت طول الموسم والنهار ده برضو احنا بنتكلم حتى لو خسرنا الدوري اللعيبة دي لازم ترفع رأسها اللعيبة دي أبطال اللعيبة دي لعيبة محترمة لعيبة أخلاصة أفضل لعيبة موجودة في مصر ودي لها على كده شوف قيمة منتخب مصر اللي كابتن حسام البدري هيختارها هتلاقي أكبر عدد من اللعيب الناد الأهلي اللعيبة اللي اتطحنت اللي كانت تلعب كل 48 ساعة وللأسف في ناس قائمة على كرة في مصر يعني كل علمها بكرة انها حاجة مدورة بس الناس بتجري وراها لو دي عندها شيء من الزكاء وشيء من المفهومية زي ما بقوله ما تحطش جدول زي ده للعيبة النادي الأهلي اللعيبة تتطحن وتروح منتخب مصر طب هايبة فين الأداء مع منتخب مصر أنا عايز أقول لها داك حاجة أنا قريت تصريح للكابتن رجحة اللي هو المدير الفني الفريق جونة وفي فترة أخيرة ابتدت الضغط المالشات للفرق يلعبوا كل 3-4 تيام يعني مبارا فهو كان بيشتكن بارح من ضغط المباريات الفترة دي فما بالك بالنادي الأهلي اللي بتضغطه وماتشات من شهر أغسطس اللي فات وخلي بالك ده حاجة تانية مش ماتشات وانت بتسافر هنا أسكندرية وتسافر المحل ده انت بتسافر سفريات جنوب أفريقيا ومش عارف فين وفين والسودان وفين وأجواء مختلفة أجواء مختلفة طبعا تلعب بالنهار التوقيتات وكمان الظروف اللي قبلتك وانت عندك والاتفاق كان على أربع لعيبة يروح للأولمبياد ست لعيبة راحوا للأولمبياد والنهار ده وانت بتوقف جنب منتخب مصر يبقى النتيجة بحطي لك جدول بعد 24 ساعة هتلعب المباراة دي وبتفقد برضو لعيبة منتخب مصر كأنك بتلعب خمس ست ماتشات بدون اللعبة دي كلها تحديات خلي بالك كبيرة جدا ما يستحملهاش أي نادي في مصر غير النادي الأهلي مضبوط كابتن شريف لو رجعنا لتشكيل النادي الأهلي هنشوف القولوجومية تقريبا فيها سبات في مراكز اللعيبة واسماء اللعيبة بدأ بس النهاردة محمود كهربا على حساب طهر محمد طهر لأن طهر هو اللي بدأ المباراة اللي فاتت طهر عنده إقافة آه عنده ثلاث انزارات ولكن هو التشكيل الوحيد في المقدمة محمود كهربا مكان طهر محمد طهر وزي ما كنا بنكلم دلوقتي على بعض الأرقام اللي هي المميزة السنادي الجانب التهديفي للنادي الأهلي والقوة الهجومية الممثلة فأي رباعي بقى بيلعبوا ده كلنا اتفقنا أن جميع اللعبين في النادي الأهلي على مستوى أول على مستوى واحد الاشتراك بتاع اللعبين حسب ضغوط الببرات وحسب ضغوط اللي احنا عايشين فيها الفترة السنادي والسان اللي فاتت يعني كان فيه أحداث استثنائية على الكرة في العالم كله صحيح تحملها النادي الأهلي بالنسبة لمصر النادي الأهلي اللي هو صاحب البسمة دايما لجماهيره صاحب البطولات المطلوب منه تحقيق كل شيء على المستوى لما كان يسمى بيقول على المستوى المحلي ومستوى الدولي لكن انت تبقى لازم جاهز بلعبتك يعني بتعمل حالة للمنتخبات بتاعتك حتى لو شفنا في 2006 و2008 و2010 النادي الأهلي كان صاحب الكلمة في ملعب بص بالنسبة صاحب الكلمة كابتن اهو على الشاشة عندنا نادي الأهلي حتى الان في احنا بكلم على الدوري اقوى خط هجوم 67 هدف ثاني اقوى خط دفاع 25 هدف اكثر فرص اكثر فرص على المرمى 287 فرص ده بالطبع يعني انما ده النادي الأهلي كمل اكتر تمريرات صحيحة 85% تقريبا النسبة اكتر تصويب على المرمى 190 تصويبة اكتر تمريرات بينية صحيحة 144 تمريرة بينية صحيحة وبالنسبة للنادي لاني انا بحس بالاحصيات دي قليلة كمان اه يعني احنا لو بنلعب طبيعي بشكل طبيعي مفيش استثنائيات مفيش عاجات كممكن انه بقى دبل الحاجات دي كلها والاهداف دي تبقى دبل والتمريرات السليمة والشكل اللي نفسك فيه بتحلم بيبتا حسنتين فاتو ان انت بتخلص الدوري كمان قبلها باربعة خمسة سابيع اه هو ده الشكل الطبيعي لك بالنسبة بالنسبة للشكل الهجوم بتاعك اه من اللعيبة اذا كان صلاح محسن من احسن الناس ان احنا كنا احنا كلعيبة هنا بنشيد بيه اه من احسن الناس اللي بقى موجودين انت من فترة قلتلي اه انا عايزه ياخد لانه ده من ضمن الاوراق الربحة المهمة جدا للمستر مسلم صلاح محتاج ياخد كتير ويخش جوه المسئولية اه انت من لعيبة يبقى بدل ما هو قاعد برا على الخط انا حدي عشرين حدي خمسة وعشرين اخد مسئوليتي وبقى انا مسئول عن الفوز انا مسئول عن تحقيق الفوز في المباراة او التحركات اللي بتخلي اه العشر لعيبة دي تسمر عن اهداف بياخد المسئولية خلاص هو السيدنو الزغير فمن حقه انه هو يعيش لفترة ان انا اه لعب اساسي سلام بقى لو لعب جانب محمد شريف كمان تباكوه ضريبة اكتر اي لما يبقاش فيه اصابات او فيه اي عاجل السلام لما يلعب جانبه بواليا برضو راجل افريكي وبيعرف ينطه يقدر يديره من مساحاته التحركات ان هو يفكر ازاي يروح على الجول ويحرز اهداف فالشكل الهجومي بطبعك عندك شكلهم كلهم هدفين من افشة لكهرباء لحسين الشاحات لطراح مواشا دول من اكتر الناس اللي انت ما تعرفش في اي وقت ممكن يترجموا كرة الهدف ومن اصعب الفرص بيترجموا الهداف كتير جدا فانا مش الان خالص على خط الهجوم النادي اللي قالي بل بالعكس انا كل اللي بتمنى ان اه تحركات خط الهجوم بس تبقى اسرع شوية تبقى اه التفكير مع افشة يعني افشة لما يمسكوا الكرة ازاي حسين الشاحات بيبقى فريش كده وازاي صلاح محسين تحرك يمين وشمال انا حطيتلو ساهم يمين وشمال والقدام في العمق ويعملوا مساحات سولاية برضو انا يعني في حاجة كده شفتها الفترة اللي فاتت في المورات الاهلي بقاهم بيعتمدوا دايما على الكرة اللي بتسقط طويلة شوية بالنسبة للشاحات وصلاح محسين ايه او شاحات او صلاح محسين وكهربا لما بيبقى في فرصة انك تضرب اي خط دفاع احنا دايما باللعب خطوط الدفاعية اللي بتلعبنا اعتقد بيبقى عندهم دايما الاتنين اللي في النص مش على المستوى السرعة الكافية عشان كان بيديو لك عمق في الدفاع فانت بتبقى عامل عمق هجومي اصلا فالكرة الطويلة دي كمان بتدينا مساحة نحنا بفرض الخصم ده يتوازى بقى مع انه كل اللعيبتك لازم تطلع يا ايمن لقدام يعني لازم ايمن اشرف اليوم عنده نص ملعب ماينفعش ده في المرحلة دي وده ما احنا بننوع على الحكاية دي فاللعيبة كلها بتبقى بشكل مضغوط كمك بيزهروا البعض الاطراف بتاعتك كالعادة هي اللي بتعملك الشكل اللي فيه العرضيات ولازم المساحة احسين الشاحات وصلاح محسن وكهربا يبقى ليه موجود سريع كل ده يترجم فيه باذن الله من اول عشر دقايق او اول ربع ساعة يكون عندك المفهوم انك انت لازم تحرز هدف ترايح بيه نفسك وتلعب على الهدف التاني اللي كده بتقتل المباراة بعد كده صحيح كابتن علاء هادرك انت بتكلم على فرقة الجونة قلت انه هو عامل النهاردة كسافة عددية كبيرة جدا في نص الملعب ازاي مستر مسلماني حيادر يتعامل مع الكسافة دي وازاي اخترق دفاعات فرقة الجونة في ملعب حاكتين او تلاتة مهمين جدا دائما الاحتفاظ بالكورة تمرير السليم تحرك بعض الكورة وتحرك من غير الكورة دي اهم حاجة تضرب اي تكتلات بتحصل وانت دائما بتعمل احلى فتراتك في اي مباراة بتعملها بتعمل حاجات دي معظم فرقة بتعمل تكتل قدامك مش لاجم بتلاتة لكن معظم بيعمل تكتل خصويا في القلب وفي نص الملعب انت متعود على كده وطريقة لعبك بتساعدك على كده بس تحطي شروط دايما الكورة معاك انت اخطاقة تقل تمرير وحركة من غير الكورة وقام حاجة يا باب من كل ده الكورة التانية هي دي دايما بتتزيك الاسباقية بتتزيك الهاجمة تكمل الوقت كل بيهتم دايما الكورة التانية الكورة التانية تروح معاينة طول ما الكورة معاينة هبدأ هاجمة جديدة طول ما انت ضغط على الخصم في اخطاقة تحصل صحيح وده اللي حصل في ماتش المصري بالزبط بس ماتش المصري عشان نقول المساحات موجودة من البداية ما كانش فيه تقفيل احنا في الدقيقة تلاتة قايما جبنا تلاتة على اتنين كانت شوف كان معانا اربع فورص وستانا بس ما كانش معانا يعني اربع فورص في اربع دقايق لكن الشكل اللي عبيردر نهاردة هم متحفز وقافل قلب كويس قوي عشان تتضرب اي تكتل انت مش على فاكرة مش مش من اليوم دي عايما من زمان اوي نادر اهل دايما بقابة التكتلات دي بس ميزة نادر اهل المخاليه هو النادر اهل وهو البطل دايما دايما عنده لعيبة ولعيبة كلها ما شاء الله كويسة جدا بتعرف ازا تخلص من التكتلات دي بس النهاردة انت محتاج ضغط كويس قوي دايما تقولها في رجلك قلل اخطائك طول ما انت بتقلل اخطائك طول ما انت تقولها معاك انت اكتر ولازم تعمل ضغط على الخصم ودائما نحرك من غير كورة خصونا على الاطراف لانه نهاردة هي الاطراف النهاردة اللي هتشغلها كويس قوي معلول مع كهربا هاني مع الشحات حتى لو بيغيروا حتى اللي كان بتكلمها لك هتشريف الوقت ان كهربا وحسين الشحات بياخدوا في المنطقة اللي هي بين محمد شريف ومساك التاني ودي بتعمل خلخلة ممتازة ازا كان خصوهم يكون الكورة على طرف تاني مش الكورة يعني لو عالمين بقى الشمال هي دائما دائما المساحة ديته قفاضة كتير قوي ممكن حسين بيعملها كويس قوي خصوهم الكورة عند عالم معلول وعالم معلول بيعملها بالتياس طبعا عشان كده لازم تكتل اللي بقى استخدم اجناب كويس قوي لازم الكورة التانية بتاعتك ودائم ضغط على المنافس طول ما انت ضغط على المنافسة ايما تظهر انت طول ما الكورة معاك انت هتعلم في المباراة مش كورة وكورة وكورة تطلع مني اللي بيضع منك وقت كتير قوي انت بتضيع بالزبط انت اللي بتضيع كورة منك يعني والله ما احترامك كامل وكل الفرق انت المتسبب في كل حاجة انت اللي بتخلي شكل فريع منافس فيه ندية معاك وانت اللي بتظهر اي منافس انه هو بالنسبك طبيعي انت طريقة لعبك انت ضغطك تركيزة لعيبك الاخطاء البسيطة جدا بتقليلها قوي طول ما انت معاك كورة انت الاحسن التمريرات اللي احناقول لها التمريرات الساسجة شوية دي تقطع منك بتبقى الوحدك دي برضو بتقليلك قوي فالنهاردة زي ما انا بقول لك كده ضغطك واسا قوي من البداية دور على الكلمة الليقولها عطول هدف اول رايحك انت وبعدين تبدأ دور على هدف التاني ما تستناش بعد الهدف هدف اول يبدأ دور على هدف التاني صحيح كابتن رسامة كان لك رؤية في تشكيل فريط الجونة والتكتلات اللي عملها كابتن ريضاش حتى في نص ملعب هو طبعا واضح انه بلعب زي ما قال 3-4-3 وطبعا في حالة الدفاع اللي هي هتبقى اعتقد ان هتبقى اكتر في المباراة هتبقى 5-4-1 هو النادي الاهلي معروف ان بلعب كرات دلوقتي طويلة في العمق كان بيستغلها محمد شريف يشغلها صلاح محسن بيستغلها اي حد جاي متحرك من الخلف ظهر قلبي الدفاع في اي فرقة فانا شايف ان رضا عمل كده النهاردة التلاتة اللي في العمق دولت عشان يحد من اللعبة دي شوية دي واحدة يعني هو حط تلاتة يقفل بهم العمق قوي عشان النادي الاهلي تملي بيعمل الكرات الطولية دي اللي وراء المدفعين ثانيا طبعا محمد نجيب لعيب كبير وطبعا خدم في النادي الاهلي كتير ومن احسن من استردباكات اللي جات لكن بحكم السن عنده بطء شوية فهو ساعده بوجود لؤاي ومحمود الجزارة يبقوا يمين ويشماله وهو اللي يبقى في العمق وطبعا بمساعدة محمد عبد الجواد وعمر السعدوي يبقوا خمسة كده دي نقطة الحاجة التانية الجونة في اخر خمس ماتشاط ما كسبش ما كسبش تعادل مع انتاج الاحاربي واحد واحد تعادل مع بنك واحد واحد خسر ما اقولين اتنين واحد بيراميز بيراميز اتنين واحد سموحة تلاتة واحد جاب خمس تجوان ودخل فيه تسعة خلي بالك دي عند المدير الفني فيها مشكلة انك دخل فيك تسعة اهداف في خمس مباراة عندك مشاكل في خط الدفاع بس فهو كمان هيلعب النادي الاهلي اللي هو البطل بس يا كابتن دي مشكلة العمق الدفاع في الجونة مجرد بس هم مجرد اشخاص واق فيه يعني فيه تكتلات دفاعية ولكن مدينك الفرصة ان انت تسدد بس بس كرة دي مسلا ما هو خلي بالك يا طبعا فيه مساحات كبيرة خلي بالك الاول حاجة عشان تضغط بتعمل عدد كبير يعني مفروض انك وانت بتضغط العدد الاكبر بيبقى موجود على عدد اقل بس واسم موضوع تاكلامك واسم عادش رجع كرة دي تاني الكرة التانية بتكلم عليها دي ايمان رجعها تاني بعد الهجمة وكده كملها 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 عادي لما ترد بقى كابتن كملكمال ابغر عشان تجيب بص يا ايمان بقى ده المطلوب هنا كمل لا كملها 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 عادي كملها عادي اللي حاصل هنا بس هنا بس الكرة التانية هو ده اللي انت تفكر في Marilyn فالضغط يا ايمان عدد الاول عدد زيادة عن العدد يعني مثلاً يبقوا خمسة على أربعة ستة على أربعة ستة على خمسة تسعة زي ما هم وقفين كده على عدد لكن مش معنى كده العدد هو بس الموجود لازم يبقى غلق مساحات وضغط فأنت ممكن توقف بعدد كبير لكن المساحات مفتوح عن الكرة ديت هم تسعة تقريباً لو يرجحها يوقف عن ده بس لا يوقف بس شوف كم واحد من تسعة كمسا وانت تلاتة بس الباكليفت وقف غلط مفروض يبقى جوه مش حسين الشاحات هو اللي جوه والستة دول وفيين غلق والستة دولت مفروض طبعاً يبقى فيه أي عدد عشان تضغط لازم يبقى فيه عمق في حاجة اسمها في الكرة عمق أداء واجب يعني اللي احنا شايفينه ده أداء واجب أيوة أداء واجب يعني أنت عدد كبير لكن لا فيه غلق مساحات لا فيه ضغط لا فيه مساحات مصبوطة أنك تقف فيها فدي من الأخطاء فهل النهاردة هيبقوا متكتلين كده وسايبين برضو مساحات يبقى ديها في صالح النادي الآلي ويستغلها النادي الآلي بيستغل الحاجات دي كويس قوي سواء حسين سواء كهربة سواء صلاح محسن سواء كان شريف أي حد لأنه بيعرفوا يخترقوا من الأطراف للعمق أو بسرعتهم والأربعة يعني كلهم هدفين حتى أفشى فيه أهدفشوا في نهاله بيخترق من تحت الأدام وتتلعب له بينها من عمر السلية من ديانج الحمد يفتح لما كان بيلع أو يعني كان موجود فدي نقطة مهمة جدا النادي الآلي يستغل فأنا بقول أن ردش حتعملت ثلاثة دولة في العمق لسببين السبب الأولى أنه بيلعب النادي الآلي الآلي بيعمل كرات اللي هي شفناها دي اللي هي في العمق دي والحاجة التانية أنه دخل فيه تسع أهدف في آخر خمس ماتشوات فلازم يبقى محرز شوية وهو بيلعب أكبر في رقف مصر يقفل لازم يقفل شوية يقفل مساحاته فعشان كده هو أعمل التكتل دا النهاردة سعي كابتون سامة عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا جدا يمكن لو نفتكر ماتش الجونة الأولاني تقريبا كان النادي الآلي هو للأفضلين لكن كرة ثابتة يمكن حتى محمد نجيب لما لعبها لعبها بكتفة مش لعاجة بناغو بس أحيانا الكرات الثابتة سواء ليك أو عليك تحسن لك المباراة ومعنا نسبة كرات الثابتة لو تجلنا بقى برضو على الشاشة بعد إذنك اللي جات للنادي الأهلي السنادي واللي جات عليك كرات الثابتة من أهم الأسلحة الهجومية للنادي الأهلي النادي الأهلي شوفناها السنادي حتى غير بطولة الدورة في بطولة أفريقيا ماتشات كتير حسمناها بكرات سابتة ركنيات مسمى المحفظ اللعيبة واحد اتنين تلاتة كرات حتى السابتة لخارج التمنتاشر بيجدها فيه أفشة علي معلول يعني عندك حتى دلوقتي في الكرات السابتة فيه ناس بتوجيه ضربات الرأس بوالية لما بيكون موجود حمد فاتحي بيكمل بدر بنون رمي ربيعة فكرات السابتة طبعا من الحاجات المهمة سواء هجومية أو دفاعية احنا تعديلنا في المباراة بتاعة الجونة في الدور الأول كرة سابتة محمد نجيد بس ده ياخدنا الحاجة تانية نهاردة انت لما بتحرز هدف برضو واحد صفر دي بتفضل متعلق معاك لآخر ثانية في المباراة وانت بتسجل لازم تدور على الهدف التاني خاصة انت بتحط رتم عالي بتضغط من فوق عشان خلاص تريح كل من القاتل اللي دعطاها اسامة كنت غالب واحد بس فالمباراة متعلقة لآخر ثانية فالنهاردة يدخل فيك هدف فالدنيا بتتكهرى بتصعد تبدأ تدور على الهدف عشان تكسب تكون المباراة خلاص انتهت طبعا عايز اتكلم معاك نتكلم في حاجة معينة قالها الكابتن علاء والكابتن رسالة والكابتن شريف قبل كده اه كلمنا في حاجة ان النادي الاهلي وفريق كبير بحجم النادي الاهلي انت تكلمت في موضوع ان انت بتجيب جول وبعدين يخش في الجول اه لا قبل ما يخش في الجول انت كنادي اهلي ممكن تكسب بجول ممكن اكسب بجول وده خلي بالك برضو من ضمن الاخطاء اللي احنا ويعنا فهم في الموسم ايه وانا النهاردة كسبان واحد صف مش لازم يبقى نفس الرتم بعد الهدف على طول ممكن خلاص اهدى شوية الرتم يهدى شوية اقفل ومش شرط ان انا عشان اسجل هدف ان انا اكون ضغط من فوق لا ممكن نلعب على ان انا افتح مساحات في ظهر الفرق اللي انا بلعبها مزبو برجع لنص ملعبي وعندي السرعات اللي بتجيد عندي صلاح محسن محمد شريف كهراء بحسنين الشحات تقدر تشتغل في المساحات دي فهو للأسف كان الرتم بعد ما بسجل هدف هو نفس الرتم لا ممكن اهدى احافظ عالجون الناس تتمركز بشكل جايد وابدأ ادور على الهدف اه اه التاني انت كلمت في موضوع التمركز الجاي يعني انت كلمت في نقطة مهمة جدا ان انت ممكن يعني ما تلعبش الماتش كله بنفس الرتم اه اه انت كسبان ماتش كسبان واحد والفرق واحد ويمكن كنا تكلمنا زمان ان فيه اكتر من دوري احنا اخدناهم بفرق جول اه وكنا بنعرف نحافظ على المكسر كويس السنة دي في اوقات كتير جدا بنكون الافضلية لنا احنا متقدمين ميستر المسلماني بيعمل تغييرات زي اللي انت بتقولها دي انه هو بينزل واحد ثالث عشان يقفل نص الملعة ولكن اللي بيحصل العكس بنستقبل هي دي دي التغييرة اللي فرقت معانا ازاي ازاي طيب واحنا متعلمش برضو منها مسلماني في الدور دي كانت تمشي معاك في افريقيا تغييرت ايه لما تبقى انت كسبان ولسه عندك وقت طويل وابدأ اسحب واحد من قدام وزود في نص الملعة في نص الملعة هي دي النقطة اللي فرقت معانا النهاردة بالشرط ان انا عشان ادفع صح ان انا دنزل واحد في نص الملعة لا من اممكن الوظائف في الملعب لحسين الشحات او لطاهر ارجع تبقى انت مع البت بتاعك وابدأ اقفل الاطراف وهو نفس اللعيبة اللي موجودة عندي ويبقى نفس الشكل بس وظائف اللعيبة بتزيد في الملعب بعد النهاردة ما انا الناحية الهجومية الزيادة لا ده انا برجع واقفل ويبقى نفس الشكل بس ناحية التغييرة بتاعت مسلماني كانت بتنفع في افريقيا ان انا زود في نص الملعب واقفل عمق الملعب بشكل اكبر في الوقت ده كان عندك الاطراف واحد زي علي معلول واحد زي اكرم او محمد هاني كان بيقف لكن علي معلول في الدوري دايما على طول طاير دايما عايز يهاجب فكان ممكن تلاقي في مساحات مساحة وراء في ده في تغييرة حلو قوي محمود وحيد بينزل ايوه ويطلع علي معلول قدامه ويطلع علي معلول قدامه دي يعني مش هادر بقى يفضل حيطير زي ما عايز ده حاجة كان مش هادر يرد ده كله خلي بالك دي بقى انت عندك تكتولات دفاعية قدامك الفرق لقدامك كنت بتشتغل على الاطراف مزبوط ادي علي معلول بقى مساحة حرية بدل ما اشتغل في مئة متر اشتغل في الخمسة وعشرين متر ومحمود وحيد اولا ادي تعاملت فين ماتش الانتاج الحربي لما كسبنا تلاتة اتنين ايوه في اخر في الديئة تلاتة وتسعين مزبوط نزل محمود وحيد ورا وخلى علي معلول هو اللي اشتغل في مئة متر هو اللي عمل خلبك هو اعمالها كتير هو اعمالها في خلبك ومسيباني ببقى دايما محضر كذا السيناريو للمباراة في حالة التعادل في حالة انا كسبان واحد صف وشوفنا مباراة مباراة قبل كده على ما اعتقد كانت مباراة اسوان حمدي فاتحي لما رجع من نص الملعب رجع مساك وزود ناحية لجومية حسين الشاحات لعب بقريت في المطشاط مطش في المطشاط محمود واحد زي ما كابتن الشريف بيقول فهو دايما بيحط بدايل عنده لحالة اللعيب قبل في المباراة هل التغيير دي هتوجد معايا في حالة اللعيب أساني مباراة اعملها ولا ما اعملهاش صحيح حالة البدنية هي لعيبة عندك تفسير للنقطة هي يعني واسماني كان بيكلم في التزام بعد الهدف كل كان بيقوله ده صحة واسماني هي صخافة لعيب في الملعب لازم زي ما اعرف اهاجم واعمل ضغط هجومي لا انت بعندي صخافة ازاي حافظ على الهدف فكرة مش عيب قوي تي واحد سفر وانا بلعب عشان احافظ على الهدف ده مش مشكلة وكلمة فيه رفل السودي بس يا صخافة ازاي على فكرة ده ايه ده افضلية الفريق المنافس في ماتشات كتير ده حقيقة يعني يمكن زمالك اعمالها بلكده انت عارف يا عيمن هي صخافة لعيبتك ان انت حيطة انها ممكن التزم دفعيا وقفل لي بتبقى اختيار تالت لا مفكرش فيه انت دايما عايز دايما عايز بتدور على هدف محاولات انت عايز دايما يعني هو واسماء انت عندك النزعة الهجومية يعني انت واسماء بيتكلم وقولك ميكانيزم بتاعك كده واسماء بيقولك انا بعد ما اجيب هدف هم حلين لازم نفس الافراد مش لازم اغير بس نفس الافراد الالتزام او الضغط اللي جميع اللي بيعملو انا التزم دفعيا شوية على فكرة من الشعيب خالص اه مشكلة ان انا عندي هدف اسماء من اللعب والفرص ثلاث نقاط مؤمن جدا في يعني في فرع عالمية على فكرة مش في مش في مصر هنا تكسب واحد سفر ودوريك خوائي جدا لكن بتحس ان الملعب ده استحالة استقبل هدف صح انا مش عايز اجيب جول بس ما اخش فيها جول هو ده دي الثقافة اللي بتوصل بس فضل شريك لا انا بأكد عليك في كلمة الثقافة دي الحقيقة هي دي الثقافة اللي بيقول عليها على فو التحركات كمان يعني انا مش هفضل بهجم كده على طول لا في تحركات لعيبة بالحال وهم نفس وهم نفس اللعيبة نفس اللعيبة كفت الشريك هم هم كانوا زي بيقول لك ان كهربة وحسين وكده ماشي انا ممكن مغيرش بس التزام اللعيبة دي ورجوعهم الدفاعي زي ما بينطلقوا هجوميا يرجعوا دفاعيا خلاص انت ما عندكش مشكلة استحالها يعني انت ممكن تحافظ على المكسب بنفس العيبة تصنع الفارق بنفس اللعيبة دي بنفس اللعيبة دي بس تغيير في الوزاري او زيادة تغيير في الشكل التكتيكي الهجومي ويه استخافة ان انا ازاي اصلا بص انا ممكن انا في الملعب يعني يباني ان انا بهاجمه كده بس ان انا بهاجمش بس في حاجة عندي ميزة الكرة معاي ودي برضو مشكلة تانية انك بتيفت الكرة بسرعة المنافس بيدور على هدف تعاوده انت مش محتاج لكده انت محتاج لعيبتك تهده والكرة دي ما يفرجلك ولما تيجي الفرصة اعمل هجمة لما تيجي الفرصة اعمل هجمة اعمل لكن مش شغل الشاغل ان انا اعمل هجمة ممكن تتقطع تعمل عليها بساحات كتير قوي لازم تبقى منظم لازم تبقى فيه النظام شوية فيه فرق يا ايمن انا بتدور على الهدف اي وفيه فرق بعد الهدف وسمى قالها بس مالها بسرعة رتم والسلوب ايه رتم واسلوب الاتنين اسلوبك يهدى شوية وريتمك خليك انت لساير المباراة سيب المنافس يعمل هو عايز اعملو انت مش فرق معاك طيب انت كسبان انت كسبان تبدأ تبدأ شغلك التاني بعد الهدف التاني ترجع لحالتك الهجومية الضغط مش يفرق معاك خالص يعني زي المصري ما عندك شاك واحد في الميون انت موجودين هدف اتنين وثلاثة واربعة انك انت ضغط وضغط جمد جدا على المصري نا والشتك دائم ضغطي عربعة تجوان فهمني لكن هي اولا واخيرا مش مدير فني اقتر ان هي صخافة لعبة في الملح عندك تعالية كابتون السامن لا ما هو نفس الكلام الاقاع بتاع المباراة ما فيمشيش على واتيرة واحدة طول التسعين دقيقة في وقت انت زي معلاء قالوا كابتون كلهم قالوا واسامة والشريف انك بتعلي الاقاع قوي انك بتضغط جامد بعدين في وقت تاني انت بتجيب هدف بتلتزم دفاعيا بتركز شوية في المواقف الدفاعية بعدين تلعب على هجمة مرتدة بعدين تضغط تاني يعني طبعا لا ده يعني لازم وكمان قيادة قيادة من اللعيبة اللي داخل الملعب دي مهمة جدا يعني القيادة بتاعت اللعيبة اللي داخل الملعب مهمة جدا ساعات ممكن ما تبقاش تعليم توجيهات يعني مباشرة من المدير الفني ولكن في اتنين تلات لعيبة عندهم قيادة في الملعب يا جماعة نصبر شوية نقفل شوية نهدى نلعب ساعات بتبقى في فلسفة عند بعض المدربين يا كابتون السامن ما يقولك ان افضل فترة تقدر تخلص فيها الماتش بعد ما بيجيب جول الاول يعني تحافظ على نفس الرتم وتضغط بعد جول الاول وتحاول تهاجم وتجيب جولة تانية تقتل الماتش ماشي ماشي لو ما حصلش لا اللي بقى اللي بقى بالزبط يعني انا مسلا كسبان واحد سفر ايمن ونقص عشر دقايق على المباراة وبلعب على منافسة ان تلات النقاط دول هيخلوني في لا في وقت بقى ممكن ابقى متحفز شوية حتى لو انا الفرقة الاكبر حتى لو انا الفرقة يعني اللي هي قوتها اكتر في الافراد في اللعب الجماعي وبتاع مش معنى كده ان انا مش ههاجم ولكن بانتظم دفاعيا واعمل الالتزام دفاعي كويس بحافظ على الكورتي بحافظ اي وحافظ على انا بحافظ على الكورتي يعني انا بتحرك زي ما بتحرك بباصي سليم ما بعملش اي هجم عليها يعني ما بعملش مشكلة للباكرايت بتاعي لازم بقى اتنين تلاتة ناحية دي ناحية الشمال عارفين ان علي معلول على طول بيطلع انه بقى احنا برضو ما بنسرحش هو انت هيجي فيك جول ازاي بالغلطة من اخطاء لا انت هيجي فيك جول ازاي وكورش معاك طب انا وانا عنده كدرة ان انا عند لعيبة وكورة تحتفظ بقى كويس قوي بس بشيء ملتزام وتعليمات الكورة ما تقطعش خلي الكورة معاك هو المشكلة بعض اللعيبة تحس ان هو او ناس كتير اقول لك عيب النادي الاهلي دافع ايه اللي فيها عيب مش عيب مفيش بريء العالم كلها العالم كلها مفيش فرقة بدافع وهاجم الضبط فرقة بدافع وهاجم انت بس استخافة عندك ان انت دايما انت اللي بتهاجم وانت دايما للك ناد العليا وده على فجرة طبيعية في النادي الاهلي لكن وقت ما حب بدافع زي قوتك وشخصيتك ما بقى انت بتهاجم نفس الشخصية والقوة دي تبقى ان انا بدافع وده الفريق اللي بوصل حتة الكمال صحيح يا علاقة ايمن سريعا برضو انت مفيش فرقة بتعمل استحواز زي بس اللاعب عشان عارف ان ايه بتلعب بتحس ان مش اللاعب مش هيجي يكون في النادي الاهلي رغم انه هم يعني لعبنا بنفس الاسلوب ده اه اخر ثانية جيبنا جول عن طريق ده هنا وهنا لكن طبعا ده مش معناه انه ده يبقى هو ده اسلوب النادي الاهلي لا اسلوب النادي الاهلي هو اللي مهاجم وهو اللي بيقلق فرص هو اللي بيقلق لكن فيها اوقات بتعمل بتلجأ للاسلوب ده لا يعني مع تكملا للحوارات دي كلها على كلمة سانداونز انت لعبتك شكل واللعب اللي بتلعبك شكل تاني انت فاهم وخبرات وعد عليك كل الكلام ده وعد عليك الاجواء وصفر فانت عارف قوتك النهاردة فين الخطف اه بس في حاجة اللي كابتن عليها برضو مهمة جدا بخلي بالك دور القيادة في الملعب وكابتن اسام عرف دور القيادة في الملعب يعني احيانا احيانا انا انا بحس ان اللعيبة بمش بتنسى ممكن يكون مستر مسمانية علاها حاجة بس هي بتمشي مع المباراة بتنسى دور شلية بقى صاحب دور شلية بقى عامر الشلية عايزة واحد قيادة في الملعب يعني في اوقات كسير جدا كانوا لعبتنا الكبار كابتننا الكبار بيقولوا ان احنا ننسى نخش في جو المباراة طلعنا عليها اساسا وقف طلعنا طلعنا على كده اعمل كزا اعمل كزا اعمل كزا نفس الكلام كان على ايام اما كما انا كمان واحنا بنبصوا بعض بالعينين بس كنت بتوجهني لا لا وانا عوضك ولو علاء لسه طالع معايا وجامد ومعشوه واتضرب في كرة لازم انا وانا شريف لا اكبر منه هرد بقى خلي بالك كنت عابلها انت النهاردة في مباراة علي معلول مسا طاير وشايف الشغل من عنده ممكن ايمن اشرف جانب علي اوقف اوقف شوية مش لازم من الوقتي لما تيجي واحدة بطلع فيها ده دور خلي بالك مش كل حاجة المدرب خارج الخطوة انت كلعيبة الشي ناوي من ورا في الدفاع واحد بيتكلم في نص الملعب وقدام واحد في كل خط يبقى في واحد دايما بفكر الناس دي مفتقدينها شوية يا كابتنون سامس دي حقيقة دور دي حقيقة يعني اوقف مش مش مستمس المسلماني خالص حيث اوقات المدير الفني الملعب ما بيقدرش يوصل المعلومة او الكلام لللعيبة في واحد في الملعب كده صوته بيسمع كل اللعيبة والناس كلها بتسمع له بس ما بيقولش حاجة مختلفة عنا بيقول المدير الفني صبوق هو بالزبط اكيرنا مدير الفني معاك بالزبط تذكرهم اكيرنا مدير الفني معاك في الملعب بس هو قريب يعني انا صوتي وصل لأسامة وصل لكابتنون شناو على بس شناوه في الملعب بس شناوه في قاب بأب وبعيد كمان يعني الشناوه في قاب بيوجه يا كابتنون اللي ماكورة بيجيله بيجيله هاجم خطر مش مريق فبدأ اتكلم. لا لازم حد يكون في المال. سلية انا سميت. يوجه. سميت السلية. لازم يوجه اجامة اوي. اقرب. مش في الهجمات اللي عليك. اوقات كده. هدوء. نمسك الكورة. كورة من رجل للرجل. انت الحاجات دي البسيطة دي. بتوصلك للحاجة الاسمة. ان انت عايز تكسب. انت عايز تكسب. انت عايز. كانت علاقة ده مش مش تعليمات فنية بس. اي. حتى في الفاري السنة دي. لعبيتنا كانت طيب. شوف كان بيباليك حق برضو. النهار ده وفي العام بدل ما تروح للحاكم. طيب اوي. صح? دي برضو. اه. حتى الحاكم بعد الكورة. وانا يا كابتن طب ما اتشوفها. واللعبة بتعدي بعدها. ايه. وحقي انا. بيضيع في المال. الحمد الله برضو. الشخصية متوبة. والله العظيمة. هم فعلا مؤدبين جدا. المحترمين جدا الحمد لله. عشان هو طول عمر بيكسب من خير اي مساعدات. حتى لو متعوي. هو لو في فرقة تانية حيوقف اللعبة. انما عشان هو الاهل. بل اكس لعب. طيب كابتن سريف سريعا كده توقعتك لاحدة السوط الاهل. انا 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 شايف ان الفارق كبيرة لصالح ينادي الاهل النهاردة والدوافع كتير او العيبة النادي الاهل النهاردة. اه. وانا حاس ان عيبة النادي الاهل ههيعملون لك شوه النهاردة. ان شاء الله. هيعملوا حاجة وهيزة بزنة. كابتن علاء. انتوقع بداية هجومية قوي ان شاء الله من النادي الاهل والحصول على طول الدخول في وراهوا احراز هذا بسرعة والتاني ان شاء الله. وعم حاجة هم بفكر فتاعة نقاط زي ما بنتكلم. صحيح. هم بفكر فتاعة نقاط النهاردة مهمين جدا ان شاء الله. صحيح. كابتن مسام. والله بص لسه يعني الدوري للحظة اللي احنا. ما زالنا. وما زالت ضعيفة. لكن انت مطالب انك انت تنهي الدوري بشكل كويس. آآ وتاخد تكسب النهاردة والمباراة اللي جاية. وننتظر. ممكن يكون الله اعلم فيه قرارات بعد الدوري. ممكن المطشين دول يساعدون يكون يعني. لهم دور. لهم دور طب. ان شاء الله ربنا يعني. كابتن مسام. ربنا يسأل ان شاء الله وهتلاقي بداية قوية. واعتقد المطش المصري يعني في زهن اللعيبة ان هم مع فرقة مع احترام الجنة المصري اقوى منهم. وقدروا يعملوا هجمات سريعة جدا في بداية اللقاء وجابوا اكتر من هدف في خلال اللقاء. فاتوقع السيناريو هيبقى كده. ونتمنى التوفيق في الفرص اللي ان شاء الله. بإذن الله رب العالمين. كل التوفيق النادي يقالي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهاية احداث الشوت الاول. ارجوكم انتظروه.